أنا من إسطنبول مراسلون عدنان الظاهر أهلا بك عدنان إذن كان هناك مؤتمر صحفي للرئيسين العراقي والتركي ما أبرز ما جاء في هذا المؤتمر نعم سفيان في الحقيقة الجانبان أو الرئيسين التركي والعراقي عقدان مؤتمر صحفي اليوم تحدثا فيه عن أهمية تطوير العلاقات بين البلدين ربما أهم ما ورد في المؤتمر الصحفي هو التأكيد على قضية ما يسمى بمكافحة الإرهاب والحرب على تنظيم الدولة الإسلامية الزيارة هذه التي قام بها الرئيس العراقي فواد معصوم إلى أنقرة تأتي استجابة لدعوة وجهها الرئيس التركي رجل طيب أردغان له أهم القضايا والملفات التي بحثها الجانبان كما ذكرت وكما جاء في المؤتمر الصحفي هو ملف الأمن وقضية ما يسمى بمكافحة الإرهاب والحرب على تنظيم الدولة الإسلامية لا سيما أن الوفد المرافق للرئيس العراقي فواد معصوم تضمن كل من وزير الداخلية محمد الغبان إضافة إلى مستشار الأمن الوطني وهو أيضا قوات الحشد الشعبي فالح الفيضان وهذه الزيارة تأتي في ظل سعي الحكومة العراقية للحصول على مزيد من الدعم من الدول الغربية ودول الجوار في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية الرئيس العراقي استهل زيارته اليوم بالتوجه إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتا ترك ثم بعد ذلك تم استقباله بمراسمة رسمية في القصر الرئاسي من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ربما الأهم ما ورد في كلمة الرئيس التركي خلال المؤتمر الصحفي هو تأكيده أن الفجوة التي كانت تشهدها العلاقات بين أنقرة وبغداد أصبحت من الماضي وهو هنا كان يشير إلى فترة رئاسة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي حيث شهدت تلك الفترة فتورة في العلاقات بين البلدين الملف الاقتصادي والعلاقات التجارية أيضا كانت حاضرة في هذه الزيارة الرئيس العراقي قال أنه يأمل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار نعم عدنان دعنا فقط سريعا في الملف الأمني أشار أردوغان إلى ضرورة العمل البري في خلال المؤتمر هل كانت هناك إشارة لنقاط عملياتية وما المنتظر من قبل العراق ما المنتظر من تركيا كدعم ربما إضافي في عملية خاصة عملية استرجاع الموصل نعم في الحقيقة الجانب العراقي ربما يسعى إلى الحصول على مزيد من الدعم من الجانب التركي لا سيما أنه كانت هناك أنباء تتحدث عن قيام ضباط من الجيش التركي بتدريب حوالي 800 من أعضاء ما يسمى بقوات الحشد الشعبي السني في مدينة الموصل بهدف تدريبهم وتزويدهم بالسلاح والعتاد لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل ربما الجانب العراقي يدرك أهمية الدول الذي من الممكن أن تلعبه أنقرة في هذا المجال لا سيما أن هناك قدرات عسكرية واستخباراتية كبيرة لأنقرة فيما يتعلق في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية لا سيما أن هذا التنظيم بات يسيطر على مرات تقوى مساحات شاسعة في المحافظات الشمالية والغربية من العراق نعم شكرا لك كنت معنا من اسطنبول مرسلنا هناك عدنان الظهر